اشتركوا في القناة لا احد يشفع له منصبه للفرار من العدلة في حال تعده على اموال الشعب وبتبوئه منصب القاضي الاول في البلاد وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مسألة مكافحة الفساد كاولوية اولوية تجسدت في التزامات سياسية تضمنها الدستور الجديد محاربة الفساد اخلاقت المجتمع لازم الناس تعرف بالليف بدون اخلاق كل شيء يروح حتى داخل العيلة كل شيء يفسد نحارب 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 تكون فيه اجراعات حتى اجراعات تنظيمية بالنسبة لنا بالنسبة للاجهزة هذه الخفية والدهرة التي تحاربها التزام الرئيس تبون بمحاربة الفساد ليس بالجديد فحتى بتوليه منصب الوزير الاول بين ماي واود سنة 2017 كان مسعاه ابعاد المال عن السياسة ما حذر منه الرئيس في تلك الفترة شاهدناه على ارض الواقع فحجم الفساد الذي كشفت عنه المحاكمات الاخيرة اظهر عمق الضرر الذي مس مؤسسات الدولة ما استدعى تعزيز دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته فاضفاء عليها الطابع الدستوري جاء لضمان تكريس الشفافية والنزاهة واخلقة الحياة العامة سيتغير المركز القانوني للهيئة لتصبح السلطة أولية للشفافية والوقاية منفسد ومكافحته الهيئة ستجمع بين سلطة ثلاث سلطة رقبية سلطة الضبط وكذلك مهام الاستشارة لما لابد ان تستشار في كل النصوص ذات صلة بالوقاية منفسد ومكافحته الفساد ظاهرة عششت طويلا ونخرت الاقتصاد الجزائري وما ملف تركيب السيارات سوى عينة عن نهب المال العام وتكبيد الخازينة العمومية خسائر بآلاف الملايير وضع جعل مكافحة الفساد من أولويات الدولة التي قررت محاربة المفسدين مهما كانت مناصبهم